تلقت وزيرة التضامن الاجتماعي مايا مرسي تقريراً مفصلاً حول ما قامت به الخطوط الساخنة المختلفة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي خلال الفترة من يناير حتى يونيو 2024 والتي يستخدمها المواطنون للتعرف على خدمات الوزارة المختلفة سواء الرعاية أو الحماية الاجتماعية أو للاستفادة من الخدمات المختلفة التي تقدمها الوزارة أو للإبلاغ عن شكوى وقد استقبلت الخطوط الساخنة كل هذه الشكوى اشتركوا في القناة